مهم جدا انك انت برضو لازم تكون متابع جيد للدور المصري والدور تحديدا اللي بتلعبه مصر في مساعدة وفي إنقاذ وفي استمرار الحياة في قطاع غز استحالة كان رمضان يعدي ومصر ما تكسفش المساعدات اللي بتقدمها للقطاع مش هقولك تستمر في تقديم المساعدات لأ المسألة بالنسبة للمصر أبعد من ذلك ده رمضان رمضان على المصريين زي ما هو رمضان على إخواننا وأهلينا الفلسطينية الاحتياج أكيد بيتزايد احنا أبدا لن نقف مكتوف اليد ولا نقف في موقف المشاهد ولا في موقعه ألا وهو المشاهدة فقط دون تحرك دون تقديم مساعدة حقيقية قدر استطاعتنا لأهلينا في غزة وبالتالي بنكثف عمليات الإسقاط الجوي للمساعدات الإنسانية في شمال قطاع غزة فلسطين وزي ما حضراتكم شايفين يمكن دي المساعدات والمهمات الإنسانية اللي بتحملها طائرات الجيش المصري طائرات القوات المسلحة المصرية دي المساعدات اللي بتقدمها كل مصر بيقدمها الشعب المصري لإخواته والأهله في قطاع غزة هل المسألة متوقفة على كده؟ لا مصر كمان لازالت تصر وتشدد على أن الكيان الصهيوني لازم يخفف قدر ما يمكن من مسألة التعنت في إيصال المساعدات لأهلينا باقي الطرق الأخرى والمختلفة لازالت كان الصهيوني الحقيقة بيمارس تعنته وبيمارس جهله وجهالته وبيمارس وحشيته حتى في مسألة إن إحنا نقدر نوصل المساعدات كما يجب لأهلينا في القطاع لكن مصر أبداً لن تقف صامتة أبداً لم تقف صامتة لم تقف مشاهدة لم تقف مكتوفة اليد وإنما تستمر في الدفاع عن هذا القطاع على كل المستويات الممكنة والمتصورة وحتى التي لم يكن أحد أن يتصورها